لا شراكة ولا اتفاق ولا مبادئ إلا بما يصب في المصلحة الشخصية لشركاء العملية السياسية في العراق فلا يتفقون إلا بقدر ما يختلفون محمد السوداني الذي صدرته أحزاب الإطار التنسيقي إلى الواجهة ترى بأنه أصبح ورقة منتهية الصلاحية لذلك تسعى لإزاحته عن المشهد وعلى رأس من يريدون ذلك نور المالكي صاحب اليد النافذة في الإطار التنسيقي يجب على من يريد أن يدخل للانتخابات وهو في الصلطة التنفيذية إما أن يدخل ويستقيل حتى لا يستفيد من الإمكانيات الدولة كما حصلت في قمص محافظات أو يبقى مستمر في صلطة التنفيذية ومحل إلى شغل به ولكن لا يشترك بالانتخابات موقع ميديالاين الأمريكي ذكر أن الأحزاب التي دعمت رئيس الحكومة محمد السوداني تنظم صفوفها لإسقاطه حيث يعتزم الاتلاف الحاكم دعوة الانتخابات المبكرة في محاولة للإطاحة به وعن أسباب هذا الخلاف يبين الموقع الأمريكي أن الإطار التنسيقي يخشى أن يعمد السوداني إلى الإعلان عن تشكيل حزب أو تحالف سياسي جديد ويخوض الانتخابات المقبلة ويحصل على الأغلبية السياسية الحاكمة يضاف إلى ذلك عدم رضى الإطار عن موافقة السوداني مجبرا على سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لمنع تهريب العملة بما يضر بمصالحهم ومصالح إيران ورائهم المرصد الإعلامي العراقي ذكر أن الأذرع الإعلامية للأحزاب غيرت لهجتها تجاه السوداني وبدلا من الترويج له باتت تشن هجوما عليه وتفتح ملف فشله الإداري تمهيدا للإطاحة به نهاية الأمر ويؤكد مراقبون أن خلافات القوى النافذة مع رؤساء الحكومات الذين تصدرهم أمر متوقع في حال انتهاء صلاحيتهم أو أنهم بدأوا يتجاوزون المسارات المحددة لهم وذلك لأن منصب رئيس الحكومة هو مجرد واجهة لحكم الأحزاب الممسكة بزمام السلطة أما رئيس الوزراء فهو ليس أكثر من معقب معاملات ومنسق مشاريع لدى هذه الأحزاب كما يقول المراقبون ترجمة نانسي قنقر